بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله متابعي قناة حسن الغرب أينما كنتم وحيثما وجدتم نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلقاكم اليوم في حلقة أخرى جديدة من سسلة سؤال وجواب التي نحاول ونسعى من خلالها لإجابة على التساؤلات التي تريدون في التعليقات قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أنسهم أولا جديد ما نقدمه بدون إطالة نلقاكم مع السؤال الأول مباشرة بعد هذا الفاصل القاسير أهلا بكم من جديد نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول يقصد الأخ في سؤاله أن لديه أنثى حسون وهي جاهزة منذ شهر فيذري ولكن لا تلعب الخيوط ومواد التعشيش ولا تذهب للعشوة الذكر بدأ يقلق منها طيب بالنسبة لهذا السؤال سنبدأ من عند الذكر ذكر حسون أكيد يقلق من الأنثى التي لا تريد التزاوج ويصبح يشاجرها ويضربها ويشن عليها الهجمات ويذجر منها خاصة إذا كانت لم تبني العش لأن بناء العش من طرف الأنثى يعتبر إشارة قوية ودليل قوي على أنها تدخل في مرحلة التزاوج بالنسبة للذكر هذا لأن مسألة بناء العش تعتبر أولوية عند الذكر كما ذكرنا في المواضع السابقة أما بالنسبة للأنثى جاهزة منذ مدة شهر فيذري منقارها أبيض ولم تتزاوج بعد حتى الآن فأكيد هناك مشكل وتفسير لهذا الأمر كما تكلمنا دائما مرارا وتكرارا مسألة بناء العش في الغالب وغالبا مرتبطة بتشكل عنقود البيض لدى أنثى الحسون يعني لما يتشكل عنقود البيض لدى أنثى الحسون تبني العش وتتزاوج ومدة تشكل عنقود البيض هذا تختلف من أنثى لأخرى وهذه المدة تحددها عدة عوامل وظروف منها عمر الأنثى وخبرتها كأن تكون لها خبرة التزاوج والإنتاج خاصة في القفص أو أن تكون بكر وأو أنثى صيد فهذا يختلف كذلك يعني ظروف التربية لديها مثل الغذاء المكان الأمان توفير الهدوء كل هذه العوامل تدخل في تحديد مدة تشكل عنقود البيض لدى أنثى الحسون دون أن ننسى أنثى الحسون من الإناث التي تتحكم في ميبيضها يعني حتى لو كانت جاهزة وتبدو عليها كل علامات الجهوزية يمكنها أن لا تقوم بتشكيل عنقود البيض وبالتالي لن تبني العش ولن تتزاوج تماما مثل الحالة التي يسأل الأخ عنها الآن لماذا إذن لماذا لا تقوم يعني بتشكيل عنقود البيض هنا يجب مراجعة العوامل التي ذكرناها يعني يكون أحد العوامل أو غيابه أو خلل ما به يكون يعني السبب في هذا التأخر وأبرزها حسب رأيي أن الأنثى هذه لا تشعر بالأمان والهدوء لكي تقرر تزاوج وتكوين عنقود البيض لهذا راجع العوامل التي تدخل في تشكيل عنقود البيض وحاول تغيير هذا إن لم يكن يعني لهذه الأنثى خطب ما أو مشكل ما سحي آخر مثل المرض لقدر الله أو التشحم نمر لسؤال تالي لدي أنثى حسون تبني العش وضعت بيضتان رأيت أنها كسرت حبة البيض وأكلتها ووضعت حاجز بينها وبينها الذكر أصبحت تبيت فوق المجسم في صباح أجد البيض في أرضية القفص وتنزل بعد ذلك تأكلها أفسدت لها العش لكي تبنيه من جديد ولكن بدون فائدة الأسباب في هذا المشكلة المتعددة ربما هذه الأنثى تخاف ولا تشعر بالأمان ربما نقص لكاليسيوم بسبب طبع هذه الأنثى السيء والخاطئ تأكل بيضها يعني للحصول على الكاليسيوم منه ربما أيضا حدث لها طارق في العش ولكن بالنسبة للحل في هذه الحالة هو التحذير للعش الثاني ودعك من العش يعني الأول مع الأخذ بإجراءات احتياطية واحترازية أولا دعها تبني العش للبطن الثاني إذا بنته فهذا جيد وإلا ابنه أن تبق بنفسك ولما تراها تقترب من وضع البيض ضع قطعة قماش سميكة في أرضية القفص وعند وضع أول بيضة سواء في العش أو في أرضية القفص التقضها واحتفظ بها وضع لها بيضة بلاستيكية في العش وهكذا حتى تجمع أنت جميع البيض ويكون هناك يعني في العش بدلا من البيض بيض بلاستيكي إذا رأيتها تحذن هذا البيض البلاستيكي يعني بشكل عادي استبدله بالبيض الحقيقي وإذا رأيتها لا تحذن وتحاول دائما أكل هذا البيض يعني هنا في هذه الحالة يجب عليك أن تجد يعني أن تضع البيض تحت أنثى أخرى تحذنه ولتكون كنار هذه الأنثى كأن تحذرها يعني مسبقا هذا هو الحل الوحيد والأنسب لأن طبع الأنثى وسلوكها السيء لا يمكن تحكم به خاصة ونحن على قرابة من نهاية الموسم حتى أنه انتهى عند بعض المربين نمر لسؤال آخر الأنثى الحسون قريبة من وضع البيض وهذا حسب شكلها ولكن الذكر لم يلقحها ما الحل زيد على ذلك قامت ببناء العش وبعد ذلك قامت بتغطيته من الفوق بالقطن أولا بالنسبة للذكر الذي لم يلقحها بعد إعزله بحاجز عاتم وقدم له محفزات جنسية وقدم له الاستحمام محفزات جنسية مثل الزنجبي الأخضر وحريق أو قرص هندباء أو تفاف مكمل غذاء غني بالفيتامين أو وافتح الحاجز في الصباح الباكر وأعد عزله بعد ساعة وراقب لأن فترة الصباح هي الفترة المحببة لتزاوج طيور الحسون أما بالنسبة لتغطية العش من طرف الأنثى بقطعة القطن فهو تصرف بعض الإناث بهذا لكي تحمي وتغطي ما بداخل العش بسبب خوفها في هذه الحالة وفر لها الأمان والهدوء وإذا رأيتها باضت وبقيت تخفي البيض ولا تحضنه فأعلم أنها لا تحضنها البيض وهي في حالة خوف لهذا يعني يتوجب عليك البحث عن أنثى كناري حاضنة تضع تحتها البيض الحسون ويمكنك أن تستفيد منه نمر لسؤال آخر ذكر الحسون يلقح الأنثى لكن الذكر لا يقوم برفع رأسه في السماء عند النزول من فوق الأنثى هل البيض يكون مخصب؟ أولا يمكن أن يكون البيض مخصب ولكن احتمال كبير لا يكون لهذا لأنه ردة الفعل هذه من طرف الذكر أثناء التلقيه تشير إلى أن هناك نقص للحيوانات المنوية لديه ويقوم بالتكبيس بالريح فقط على الأغلب لذلك لا تجده يرفع رأسه ولا يتأثر بالتلقيه والتكبيس في هذه الحالة ووفر لذكر محافزات جنسية مكسارات نباتات حريق قارس هندباء أو مكملات غذائية مثل آدي طرواء أو أي مكمل للفيتامين وقوم بحجزه لأعلى حدة لمدة يوم كامل لكي يشتاق الأنثى وأدخله في الصباح الباكر فقط من أجل التلقيه وأعد عزله وهكذا وراقبه حتى تراه يلقعها جيدا نمر لسؤال آخر أنثى الحسون لم تقم بحظن الفراخ منذ اليوم الثالث هل عليهم من ضرر مع العلم أقوم بتربيتهم داخل المنزل في جو معتدل بعيد عن الطيارات الهوائية مدة ثلاث أيام من الفقس قليلة جدا والفراخ لا يكسوها أي ريش لكي تكبر الفراخ وتنمو ولا تموت تحتاج لحظن الأم أي لدرجة حرارة فوق حوالي 33 درجة لذا فهذا خطر عليهم يعني أن يبقوا من دون حظن عفوا تبرد الفراخ وربما تموت لذا إن لم يعني تكون هناك درجة حرارة فوق 33 درجة في البيت من الأفضل أن تنزعهم وتقوم بتغطيتهم بقطعة قطن في عشهم وتضعهم في مكان دافئ وتقوم أنت بإطعامهم بيدك لوحدك نمر لسؤال آخر الذي أنثى حسون ترمي الخيوط على السطح لا تريد بناء العش هل أدخل عليها الذكر أو أصبر بينما يعني تبني العش أولا مسألة بناء العش غالبا أو في الغالب تكون مرتبطة بتشكل عنقود البيض لدى الإناث ولكن هناك بعض الإناث لا تبني العش حتى يكون معها الذكر ويقوم هو بتحديد مكان العش ويحفزها ويحثها على البناء هذا يعني ونحن يعني قرابة في نهاية الموسم موسم تزاوج يجب إدخال الذكر معها لكي يعني يحثها ويحفزها على بناء العش وتكوين عنقود البيض نمر لسؤال آخر مشكلة أنثى الحسون أخبرتك عنها سابقا باظت منذ شهر ثلاث بيضات وحظنت ستة أيام من آخر بيضاء ذو عيلة وخافت عندما وضعت قطعة خضار فتركت العش بعد شهر باظت بيضة واحدة منذ أسبوع ولم تكمل وضع البيض ولم تحظن أراها خائفة متوترة قلقة وعصبية ما الحل هي ذات الأنثى التي لم أراها تتخذ الوضعية وذكر كثير التغريد ما رأيك وما هو الحل حسنا بالنسبة للبيضة الأخيرة هي بيضة البطن الأخير بالنسبة للموسم هذا بالنسبة للأنثى هذه التي تتخذ الوضعية يعني هي الآن متوترة وقلقة وبالتالي لا ننتظر منها نتيجة إيجابية في التزاوج والإنتاج أنا أذكر جيدا أسئلتك السابقة بخصوص هذه الأنثى وفي الأخير الأنثى التي تكثر فيها المشاكل من مشكلة آخر في مرحلة التزاوج هي أنثى على العموم لا تصلح للتزاوج تتعب المربي هناك حل جذري وقطعي وهو تغيير الأنثى من الأساس فهناك إينات يعني متعبة لا تصلح للإنتاج مهما فعلت معها تماما كحال البشر هناك المرأة أو الرجل الذي لا يصلح للزاوج والأسرة والعائلة كذلك الطيور من الأفضل تغييرها والاحتفاظ بذكر هذا يعني أفضل دائما مما كنت أنصح به بتوفير أكثر من أنثى لتعزيز النتائج الإيجابية في تزاوج الحسون نمر لسؤال آخر فيما يخص رمي الخيوط تحت العش هل أقوم بإزالتها وتنظيم القفص وأعطيها خيوط جديدة أم أتركها تحت القفص مع العلم منذ أسبوع ولم تبني العش هناك بعض الإنال تقوم بتفكيك وتفتيت خيوط ومواد التعشيش في أرضية القفص وبعدها تحملها للعش أن تقوم يعني بتنظيف القفص وإذا كانت هذه الخيوط مفككة أرجعها كما هي وإذا كانت في حالتها العادية يعني لا بأس بتقديم خيوط أخرى جديدة ومن الأفضل يعني فعل هذا التنظيف مرة واحدة في الأسبوع وليس كل اليوم لكي تسبب القلق للأنثى نمر لسؤال آخر هل يمكن ترك الأنثى لتقوم يعني بإطعام فراخها لوحدها وبضع الذكر مع أنثى أخرى في نفس المكان تسمع التغريد نعم يمكن ذلك وهذا أمر عادي ولكن بعد نزع الذكر راقب الأنثى جيدا إذا كانت تطعيم فراخها لكي تتحقق من أنها لا تقنط عند خروج الذكر كان هذا آخر سؤال لهذه الحلقة إن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأتها من نفسي والشيطان جميع المواضيع ذات السئلة الخاصة بالتزاوج الحسون سأترك لكم روابطها في صندوق وصف هذا الفيديو اطلعوا عليها للفائدة لمن لم يشترك بعد في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك أولا جديد ما نقدمه إلى هنا نصل معكم لنهاية هذا الموضوع على أمل لقائي بكم في فيديو آخر اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين